السلام عليكم اصدقائي اتمنى كلكو تكونوا بخير انا بكش ناوي اسجل افلام دلوقتي بصراحة انا قاعد بشتغل بس او انا واخد بريك كده ببص على فيسبوك وبرده بعمل اصلا انا مستني انقطع الغيار من امريكا تجي لي اشتريتها كلها وحصل مشكلة في الجمارك في امريكا مش في استراليا فرجعوها لصديقي تاني وصديقي التريم للفورمات يحطها فحصل تأخير فحس ان انا على نص سبتمبر كده ان شاء الله هكون حد اشتغل في المشروع الكبير بتاع الفتيس حاجات كتيرة جبتها يعني هيبقى مشروع جميل جدا بسالي هياخد دوقتي ماني واتمنى ان هو يعجبك وقتها وابنها دا معايا شغل معايا في وقتها فانا حاليا مش مبسوط طبعا عشان قاعد مستني والتأخير اللي حصل بسبب خارج عن ارادتنا المهم وانا قاعد دلوقتي باخد بايك في منشور من صديق اسمه ومعرفش بورا رو خميس معرفش ايه بورا رو خميس اعتقد انه شخص ملحد بس انا ان جانرال ما تفرقش معايا انا بحب الملحدين كاصدقاء بصراحة وما يهمنيش خالص انه هم يعودوا ينقضوا في الدين او يحاول يطلقوا غلطات في القرآن او اي حاجة في حالات كتيرة الملحدين بيقولوها منطقية وعندهم حق فيها من ناحية اطباع المتدينين سواء مسلمين او مسحيين مثلا او وريفر اي دين انا طبعا عشان انتو يكلك عارفين ان الراجل بحب العلم جدا طول عمري من صغري عندي اربع سنوات من بعد اعرف العلم وبعد اتعلم وبعد اعمل حاجات من صغري وده انعكس طبعا على حياتي الشخصية ما بقولش حياتي العملية حياتي الشخصية ان انا بحب العلم جدا 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 وبالذات عالم الفضاء يعني في كل حاجة الفازية والكامية كنت متفوق جدا في الكامية والكامية الرضوية كنت بحب بموت فيها فطول عمري بحب العلم ففي فترة من عمري قدتها زمان من اكتر من عشرين سنة او في حوالي عشرين سنة مع الملحدين اللي هما بيقولوا فيه غلطات علمية في الكرآن اصلا انا مش زي ما قلتلكم اكتر من مرة في افلامي انا مش مزاجي ان الكرآن تكتب علمي بيقول معاجزات علمية والكلام ده لما بدأت اسمع من صغري عن المعاجزات العلمية في الكرآن والناس اللي بتتكلم عنها اه شدوا انت باقي في الاول وعشان انا راجل بتاع علمية عجبني كلامهم في الاول ولكن بعد كده بتطوري في ايماني وكده على طول يعني لقيت ان الكرآن مش كتاب علم خالص بالمرة يعني مش نازل عشان يؤكد اي علم او يشرح اي علم او حتى مش شرط علم لغة حتى ان يفهم الناس لغة او يعلمهم لغة لكن نركز بس على العلم ففي فترة من حياتي قدتها زي ما قلت لكم من 20 سنة كنت برد على اصدقائي المرحدين دول اللي هما بيحاول يطلعوا غلطات علمية في الكرآن وعملت حاجة اسمها سلام دانكشو رديت فيها على حاجات كتيرة جدا 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 هكتر من مية رد يعني لحاجات مختلفة وبعدين بطلت بقى اقولت اركز مع المشركين المسيبني من الهراء ده لان انا بعتبره هراء ان تقول ده في معجزة رقمية او علمية او لغوية في الكرآن والناس ثانية تحاول تقولك لا ده مش كزا دي مش كزا لا دي مش كزا دي مش كزا انا وجهة ناظري هنا ان انا مش هقول ان في معجزة علمية في الكرآن ولكن كل اللي بثبته ان الكرآن مقالش حاجة غلطة علمية اوكي مقالش حاجة غلطة علمية يعني كل الاسلام اللي قلتلكوا عليه ده لما كان اي حد يجي يحاول يقول ان الكرآن بيقول غلطة علمية كنت برد عليهم على طول في الموضوع ده يعني مثلا لما يقولوا وجد الشمس مش عارف تغرب في عين حمئة والكلام ده الحاجات العلمية دي طبعا فيها غروب الشمس وفيها حاجات كتيرة قوي علمية البوران الارض والكرويت الارض وحاجات كتيرة انا بدخل اتكلم في الحاجات دي في صديقي ده وانا مفيش اي حاجة ضده بالمرة بالعكس ان ارديت على منشوره بكل ادب وتحياتي ومج تحياتي وكان فيه اناس كتيرة اردتم لسا انا ما اردتش الوريد الناس اردت تلاته وبعد كده قلت اناعمل عليها بالفيوم عشان لو حد لقى السؤال ده او المهمة احنا عارفين ان القرآن قال واجعلنا من الماء كل شيء حيا هنا الاخ بيقول واجعلنا من الأكسجين كل شيء حيا اعتقد حيا من تبقاش المفروض بالف عشان كل شيء شيء مضافئ ليه اعتقد فدي حيا اعتقد ممكن فمعرفش ما او ممكن حيا معرف تعال نشوف الاية بتقول ايه اه واجعلنا من الماء كل شيء كل شيء نحط كل عشان اجابها على طول احط كل وشاي معرفش شيء بتكاتب ازاي ايه حمزة كده كل شيء حيا اوكي شوفت كل شيء حيا تعال نشوف التشكيل كده ايه وبالزبط زي ما انا قلتلكم شكلها مضافئ ليه باين ودي صفا معرفش او ما تفهمش ايه بس يعني مش هتبقى الف الف واجعلنا من الماء كل شيء حي اوكي افلا يؤمنون طبعا صديقي ده لما حق المنشوف ده بصراحة لفت انتباهي ونكشتني قلت اه ايه ده ده شكلها عنده حق باين الناس ما تقدرش تعيش من غير اكسجين وممكن نعيش من غير مية يومين تباك اربعة ممكن تلاتة ايام ممكن اعطاك ممكن اعطاك في ناس وصلوا باسبوع بس يعني بيشربوا معربول حاجة يشربوا اي حاجة وخلص فاستغربت طبعا فعال تعمل ابحيسي وكده اكتشفت يا شباب ان قملة القرآن دقيقة مية في المية تماما وجعلنا من الماء كل شيء حي رغم ان لو احنا ما تنفسناش اكسجين هنموت على طول يعني الاكسجين ضروري لكل شيء حي حسب مفهمنا او ده اللي احنا فهمنا انا اكتشفت الكلام ده بير صحيح اولا لما انا كاشني بدأت اسأله اسألة علمية بردو اوكي قلت له تماما ما قررتش كل الكلام ده قلت له ولماذا العلماء يبحثون عن كواكب اخرى تتحمل الحياة بها ماء ولا يبحثون عن كواكب بها اكسجين يعني تلاحظوا دايما كل العلماء بيدواروا بيروحوا الفضاء يعني بيدواروا على كواكب فيها مية عايزين يشوفوا فيه مية في مارس عايزين يشوفوا حتى فيه مية في العمر حتى عايزين يعرفوا اذا كان فيه مية او لا اوكي ونادر لما نسمع انهم بيدواروا عن كواكب فيها اكسجين بس احب اقول لكم بيدواروا برضو على كواكب فيها اكسجين بس مش بس اكسجين كل الغازات نايترويجين وهليوم كل الغازات وهايدرويجين وكل حاجة بيدواروا عليها ولكن عشان انهم يقدروا يقولوا نقدر ننقل بني ادمين لمكان تاني او مش شرط بني ادمين حيوانات حتى او طيور حتى او زرع حتى عشان يربوه في الكواكب التانية لازم مية اكسجين لوحده مش هينفع تخيلوا ومش كده وبس من ابحاسي لقيت لكم فيه انيميلز بتعيش من غير اكسجين قلتلو رجعت رديتها عليها قلتلو ايضا لابد انت اعلم ان فيه اعماق البحار العميقة جدا لا يوجد اكسجين لان في الاعماق الجامدة او الضغط بيبقى جامد جدا 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 تحت في المية فاعتقد كل الهوا بيخرج منها فما فيش اكسجين فيها فعشان كده صعب جدا تلاقي اسماك في الاعماق الجامدة فيه عمك معاين الاسماك ما تقدرش تنزل تحتها الا مش هتعرف تجيب اكسجين اللي في المية ولكن فيه كائنات حية تلاقي بتعيش في الاعماق العميقة دي من غير اكسجين وهذه المقالة بالانجليزي science shot مقالة علمية science animals that live without oxygen اوكي لما تعدوا تيروها هيقول لكم الكلام ده بالزبط ان في الحتة اللي هي العميقة جدا في البحار او كائنات حية عايشة من غير اكسجين بالمرة ولا تعتمد عليه بالمرة اوكي يبقى نقدر نقول كده حب انشر لكم اللينك وانتو دوروا دوروا دلوقتي حتلاقوا دي مقالة علمية اوكي يبقى معنى كده لما ارجع لصاحبي ده في هنا يبقى جملة الكرآن دقيقة مية في المية وجعلنا من الماء كل شيء حي لان الاكسجين ما تجعلش منه كل شيء حي الاكسجين في كائنات حية مش محتاجة لاحظوا الاثة قالت كل شيء حي مقالتش الإنسان، ماقالتش النبات، ماقالتش الحيوان قالت كل شيء حي دي ائية القرآن تقضيه ، يبقى الاية دقيقة مية في المية وجعلنا من الماء كل شيء حي يبقى ربنا وبيكلمش على البنيا قدمين بس او الحيوانات او النباتات او الحاجات اللي احنا نعرفة اللي بتكلم على كل شيء حي المايكروباط وكل اي خلية حية اي خلايا حية في دلوقتي وبما ان في خلايا حية بتقدر تعيش من غير اوكسجن يبقى مش من اوكسجن كل شيء حي من الماء كل شيء حي ولاحظوا ان الخلايا دي اللي هي عايشة من غير اوكسجن عايشة جوه الماء كمان وعلى النوت دي اسابكو على خير